وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أكد أن صفقة الخضراء الأوروبية تشكل فرصة لمواصلة تحديث الفلاحة المغربية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية السيد صديقي وخلال افتتاح أشغال مؤتمر دولي منظم من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصديرات مروكو فوديكس تحت الشعار الصفقة الخضراء وتحديات استدامة صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي أضف أن هذه الصفقة تشكل نقطة تحول في العلاقة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء والتي تركز على الاستدامة الفلاحة والاستدامة الإنتاج وهو واحد الصفقة والمشروع التي سيغير الكثير فيما يخص المعايير وفيما يخص التتبع والمنتوجات الفلاحية فالاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول فيما يخص الصادرات بلدنا قطاع الصادرات الفلاحية الغذائية يحتل المرتبة الثانية بعد الصادرات المغربية السوق الأوروبي تظل الوجهة الرئيسية للمنتجات المغربية المشهود لها بجودتها العالمية ومواصفاتها الخاصة الصفقة الخضراء تمثل مجموعة من التدابير الرامية إلى توجيه دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط نحو نموذج مستدام يحترم الموارد الطبيعية اللقاء يندرج في إطار الحوار المستمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي باعتبارهما شركين اقتصاديين تاريخيين المؤتمر يناقش عدة مواضيع من بينها تعزز العلاقات التجارية في ضوء التحديات المرتبطة بالاستدامة والبيئة ويندرج هذا اللقاء في إطار مهمة مواكبة وتحسيس المصدرين المغاربة العاملين في قطاعي الصناعات الغذائية والصيد البحري من أجل فهم معمق وعمل منسق لجميع السلاسل الفلاحية والصيد البحري الوطنية لضمان ترسيخ مكانة العرض التصديري المغربي ترجمة نانسي قنقر